اشتركوا في القناة في اعداد الدراسات والبحوث المختصة للمؤتمر والمعرض بشكل عام كما اكد على اهمية هذه الدراسات والبحوث في خلق جو علمي يتناسب مع هضور كبار القادة والخبراء العسكريين وممثلي كبريات الشركات المصنعة لمعدات وانظمة الدفاع العسكرية كما اشار الى النقلة النوعية التي حدثت خلال هذا العام من خلال تبادل الاراء والبحوث التي اعدت من قبل المشاركين وصانعي القرار الذين اثروا المؤتمر بعرض ارائهم واهتماماتهم من جهته اعرب سعادة الدكتورة الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة رئيس مجلس امناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدولية عن تقديره الى سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة على الاشادة واكد ان مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع اصبح من المؤتمرات والمعارض التي جذبت المهتمين من مختلف ارجاء العالم ووضع بصمة واضحة في القطاع العسكري والتكنولوجي كما اكد على المستوى المتطور المتقدم من قبل الشركات العارضة من معدات عسكرية حديثة ومتطورة اشتركوا في القناة